جناب السيد مرتضى السيد حيدر شرف الدين لتقديم ملخص عن بحثه الموسوم آليات إعادة التوازن النفسي في دعاء أبي حمزة الثمالي الباحث السيد مرتضى السيد حيدر شرف الدين من لبنان هو طالف الحوزة العلمية وأستاذ لمواد الصرف والنحو والبلاغة والقواعد والمنطق والفقه والألم الكلام وعصول الفقه إضافة إلى ذلك فإن في نشاطه الأكاديمي فهو حائز حائز على الإجازة التعليمية البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها العفو والبكالوريوس في علم النفس وطالب ماجستير في علم النفس المدرسي وله عدد من الشهادات وورش العمل التدريبية فأهلا وسهلا بجناب السيد يتفضل فيتحفنا في العشر دقائق هذا المضمون التطبيقي في قراءته لدعاء أبي حمزة الثمالي فضل الجباب السيد حلة البركات شكرا لكم بسم الله الرحمن الرحيم وبهنا استعين الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائه مجمعين أولا في هذا الصارح المبارك قبل أن أتوجه إليكم أتوجه إلى سيد هذا الصارح هبني السجود فقد مللت قياما صلب تقصفه الخطوب جساما وأذن لخدي يستريح على الثرى فعسى أصير تيهه إرغاما رئتايا عطشاوان رئتايا عطشاوان فروي شفاهها عبق البطولة خافقا وحساما فعسى أبلغ منك صدرة منتها كفيك وهي تهدهد الإسلام سماحة الراعي المتولى الشرعي العتبة العباسية المقدسة أصحاب السماحة الفضلاء العلماء المحققين الأساتذة الباحثين أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته شرف لي أن أكون في خدمتكم وأشكر العتبة العباسية المقدسة على هذا الجهد المبارك الحقيقة أسبوع الإمامة حلم يراودني منذ سنين ولم أكن أجد إليه سبيلا إلى أن تحقق الحلم ببركة هذه الجهود طبعا أنا كفيتكم مؤونة ضبط الوقت أضبط الوقت على العداد هذه من جهة من جهة أخرى بالنسبة إلى موضوع البحث الدخول شائك أصلا في موضوع البحث البحث هو تجربة عمرها أكثر من عشر سنوات بدأت في ليالي القدر وأنا أنفذ ملاحظة ضمن العمل في الإرشاد النفسي ملاحظة نفسية للحضور في المساجد فترى الانفعال ينتقل مع فقرات الدعاء من فئة إلى فئة كلما قارب الفقر مأزما من مآزم أحد منهم فكانت هذه الفكرة تتردد إلى أن أنضجتها السنين على مدى 12 عاما وصلنا إلى نتيجة هذه الباكورة وهي مقدمة للعمل في هذا المجال أما لماذا اخترنا القلق؟ القلق هو المهدد الأبرز للتوازن النفسي لأن القلق اضطراب محوري تتقاطع عنده الاضطرابات النفسية على اختلافها القلق محطة أولى تنطلق منها الاضطرابات ثم تتفاقم لتفرز وسواس قهري اكتئاب وصولا إلى الاضطرابات الذهانية كالفصامي وغيره فإذن البدء من هنا وللسيطرة على اضطراب القلق لا بد من النظر إلى مناشئ القلق المتمثلة في الخلفية المعرفية والإنفعالية التي ينطلق منها الإنسان في نظره إلى نفسه ومحيطه ببعديه المكاني والزماني والذي يشكل نقاط ضعف داخل شخصية هذا الإنسان نقاط ضعف بالاتجاه السلبي بأن تكون مخوفة يعيش الإنسان هاجسة ترقبها واحتمال مواجهتها أو بالمقلب الإيجابي بأن تكون مرغوبة بحيث لا يستغني الإنسان عنها ويعيش هاجسة فقدها إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا قاعدة القرآنية بين هذين الاتجاهين يسيطر هاجس جامع هاجس فقدان السيطرة على مجريات الحياة من أين يأتي هذا الهاجس؟ من توهم الإنسان أنه مستقل بصناعة واقعه مع إدراكه لضعفه وعدم ثبات سيطرته على مجريات الأمور ومع غفلته عن وجود المدبر المطلق القدرة والحكمة يعيش اضطرابا لأن المسيطر غير مسيطر وقد عالجت أدبيات أهل البيت عليه السلام هذه المشكلة بمختلف مناشئها وموضوعاتها واتجاهاتها ووضعت لها إطارا نظريا يشخصها ويبصر الإنسان بعوارضها ومناشئها على رأس هذه الأدبيات في هذا المجال دعاء السحر الكبير للإمام زين العابدين عليه السلام المنسوب والذي تشرف بنسبته إليه أبو حمزة الثمالي داخل الدعاء إذا فككنا وهذا ما فعلنا في هذا البحث فككنا الدعاء ضمن الحقول المعجمية طلع عنا محور تفريغ ورصد من خلال لسان الداعي في فقرات توصف مناشئ القلق بحيث تحرك مكامنه عند الداعي بعملية تلقين فيرصد عندها الداعي منشأ الاضطراب يعني تشوف واحد لما يوصل ارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبة تشوفهم فعل هذا عنده قلق المصير قلق المستقبل واحد ثاني لا ساكت عند هذا المقطع عند أنا صاحب الدواهر العظمى أنا الذي على سيده اشترى يؤخذ هذا عنده قلق الماضي الملفات غير المسوات وبالتالي رصد مناشئ القلق وبنفس الوقت تفريغ وظيفة التفريغ عم التم لأن هذا القلق موجود متضخم داخل الذهن داخل الشعور واللا شعور عند الإنسان على حد سواء عندما يعبر عنه تعبيرا لفظيا يكون قد أعاد جمعه مجددا وجسده إضافة إلى أمر يتميز فيه التفريغ عند الآئمة عليهم السلام عن التفريغ الشائع في مدارس علم النفس وهو أن التفريغ ليس مجرد تعبير عن الأزمة إعادة تشكيل للأزمة وهذا يسوقنا إلى المحور الثاني العلاج المعرفي في دعاء أبي حمزة الثمالي عندنا مواقع للعلاج المعرفي يعني أولا في مفاهيم تؤدي إلى هذه المآزم الدعاء أعادة تشكيل هذه المفاهيم يعني نلاحظ مثلا فلسفة الخير والشر أين الخير وأين الشر وهل هناك شرور مطلقة وخيرات مطلقة بأول الدعاء إلهي لا تؤدبني بعقوبتك الشدة تأديب طلعت ولا تمكر بي في حيلتك الرخاء طلع مكر مفهوم الخير والشر فقد ثبات في أحداث حياة الإنسان هذا يؤدي إلى طمأنين من هذه الجهة طبعا مثلا منها الإنسان يعيش حالة الصخط دائما أعطاه الدعاء ماذا؟ حالات الرضا غير له مفهومه كرس العبودية عندك مفتاح للراحة النفسية يا بأ أنت مش مسيطر على الأحداث فالضعف ما بيأثر عليك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك هذا بيعمل طمأنينة عند الإنسان فإذن أنا الضعيف لست مسيطر على مجريات الأحداث ولذلك هذا يؤدي إلى طمأنينة يعيش الإنسان في ثنائيته الذل وفقد الدال لقصوره وتقصيره بتقول لي هذا بيأس لا مع تمام الرجاء لكمال فاعلية الفضل الإلهي أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي هنا ينتقل الإنسان من الصخط إلى الرضا فيتراجع منسوب الإحباط لأنه يشعر بالقرب لكمال فاعلية الفاعل وأن الراحل إليك قريب المسافة بعد أعطاه أسباب اللي بتأدي إلى البعد حتى يتجنبها لقنوا لعلك عن بابك طردتني لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني إلى آخر هذا المقطع اختصارا للوقت ومن أهم في العلاج المعرفي الذي نجده إعطاء مراحل الوقوع في المعصية والخطأ من المثير لكن خطيئة عرضت إلى التخيل المسوغ للمثير وسولت لي نفسي إلى غلبني هواي ضعف الإرادة أعانني عليها أشقوتي والأمن من الضرر الرادع وغرني سترك المرخى علي عطى حركة خطوات حتى الإنسان يراقب التحرك من المثير إلى الاستجابة هذه جهة العلاج المعرفي وطبعا تعرضت خلال البحث إلى بعض مدارس العلاج المعرف السلوكي مثل مدرسة العلاج العقلاني الانفعالي ألبرت أليس بخطواتها مع الإشارة إلى أنه لا قياسة بين من يعتمد على التجربيات باستقرائها الناقص وبين من يعتمد على الحقائق الوحيانية القائمة على تركيب الإنسان في واقعه ونفس أمره الفقرة الأخيرة العلاج الروحي ربط الإنسان بالمبدأ وبدأت من أوائل الدعاء وجدانية المعرفة لا تبحث عن المعرفة هي موجودة بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت محصل الدعاء خطة متكاملة في العلاج هل استكملنا هنا؟ لا هذا البحث هو الحلقة الأولى حلقة تفكيك النص الحلقة الثانية ودعوة مني إلى الأساتذة والأحبة خاصة الناشطين في المجال النفسي ترى إيدنا بإيدكم المرحلة بحاجة إلى نفير ما استوردناه نفعنا وأفادنا إلا أن الأمر في الجهات القيمة ومراكز القرار في المجال النفسي متجه إلى الهلامية والتفلت حتى من إنسانية الإنسان صار فيه اختياري أن يكون الإنسان إنساناً أو شيء آخر من الكائنات وهذا موجود اليوم صرنا محتاجين أن نقنن علم النفس كيف من قنن الاختبارات النفسية بما يتناسب مع حضارتنا؟ فهذه دعوة مفتوحة أن تحليل المحتوى وأن دراسة التناسق والاتساق في السياق توكل إلى مناسبة أخرى نأمل أن تكون حسناً والحمد لله رب العالمي شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة